اشتركوا في القناة وصفاتي التي تعلمتها ووضع اخرى جديدة سأل يحيى الشيخ فضل الدين هل يمكنني ان ابدأ الان اجابه العطار توكل على الله ساتركك الان لتدبر امر تجارتك تعال اذا احتجت شيئا فدكاني فقط على بعد بضعة امتور منك اما الان ساذهب لرؤيتي ماذا فعل غسان بما سلمته من عطور وهل يمكن الثقة به فهذا الرجل شديد الجشع وعندما وصل الى القصر رأى مجموعة من الرجال متجمعين امام الباب اتاه المملوك وهو يحمل صرة كبيرة من الدراهم وقال له هذه ثلاثة الاف درهم ثمنوا بضاعتك لقد بعت القارورة بمائة وخمسين درهما اعطيتك مائة درهم لكل قارورة واخذت خمسين هل ترضيك هذه القسمة وكان الثمن فوق ما يحلم به العطور واجابه هذه قسمة عادلة وهي تناسبني جدا وهك اربعة صناديق اخرى في كل واحدة عشرة قوارير من العطر ولكن اخبرني ماذا يفعل هؤلاء الرجال امام القصر ان لم اكن مخطئا فهم من الصناع نجارون وحدادون اجاب غسين هذا صحيح لقد جمع السلطان صناع الاسلحة في العراق والشام ونحن ننتظر حضور حسين الحدد ولكننا لا نجده فلقد اختفى ولم نعثر عليه لا في داره ولا في دكانه لا بد انه قد رحل من هنا سادخلهم الان ليمثلوا في حضرة السلطان ويقدموا له افكارهم في صنع اسلحة قوية تضاهي ما عند ملكة الجن وقد وعد من يقدم له شيئا يعجبه بالعطاء والنوال وبتعيينه رئيس الصناع في القصر عليهم ان يجد شيئا لتقوى عزيمة الجند لقد جمع السلطان مائة الف من المحاربين وما زالت قبائل البدو تتدفق علينا وبعد عشرة ايام يجب ان يكون كل شيء جاهزا لملاقات ملكة الجن انها تتبع في تقدمها نهر دجلة وبلغت مدينة العمارة وسننصب لها كمينا قرب مستنقعات الكوت ونقضي عليها وذهب العطار الى دكانه الجديد وقال ليحيا لقد كنت في القصر ووجدت صنع الاسلحة في العراق والشام ينتظرون على باب السلطان ولكن اباك لم يكن بينهم ولقد اختفى اجاب الغلام لا شك ان امرأته رقية هي وراء ذلك لقد كنا انا واختي واثقين انها تدبر امرا مه ولهذا كانت تضربنا وتحبسنا في قبو مظلم ولكن ما سبب دعوة السلطان لكل هؤلاء الصنع سأل الشيخ فضل الدين لا شك انك سمعت حكاية تلك الجارية ملكة الجن وهو يريد اسلحة لايقافها فقد كثرت الاشاعات حولها وانتشر الخوف بين الجنود لقوة جيشها ولقد وعد بكثير من المال ومنصب في القصر لمن يصنع شيئا يريق له قال يحيا سأصنع الاسلحة التي رأيتها في كتاب الروم رد الشيخ فضل الدين ذلك يحتاج لوقت طويل ومعارف متنوعة في النجارة والحدادة والكيمياء قال يحيا قال يحيا سأرسم ما رأيت وأضع عليها المقاييس والأحجام وأصنع منها شكلا مصغرا ليرى السلطان كيف تعمل ولكن لا بد من القيام بتجربة النار اليونانية في المعمل اليوم لن أرجع معك للدار سأسهر لأبدأ العمل قال الشيخ لا يمكنني أن أتركك وحدك سأساعدك ولكن علي أولا أن أعود إلى داري وأحضر طعما وأخبر امرأتي لكي لا تقلق علينا ابدأ بالرسوم وسأصنع أنا ألبقي فأنا لست عطارا فقط بل أيضا فنان وسأحمل معي أدواتي وخشبا الليل سيكون طويلا اليوم اشتغل الشيخ فضل الدين ويحيا طوال الليل وفي الصباح كانت الرسوم جاهزة وهناك ثلاثة أشكال مصغرة واحدة لعربة تجرها الخيول وفي جانبيها شفرات فولاذية مقوسة تقطع أي شيء تمر به ونرى فيها كل التفاصيل حتى النقوش التي عليها والعجلات التي أصبحت أكثر قوة أما الثاني فهو لقاذف اسمه العقرب يرمي حرابا قصيرة لمسافات بعيدة ويمكن إشعالها والثالث أنبوبة أسطوانية على عجلتين مرتبطة بخزان ترمي نارا تشتعل حتى على الماء يسميها القدماء النار اليونانية وهي شديدة الفتكة قال يحيى سنصنع الآن مكونات هذه النار وضع وزنة من الكبريت والملح الصخري والرماد والصوان وحجر النار في وعاء وسحقهم ثم أضاف عليهم القارة والجير ثم خلطهم وتحصل على مزيج غامق اللون نفاذ الرائحة أخذ قطرة منها وأشعلها فانبعثت منها حرارة شديدة صب عليها الماء ولكن لم تنطفئ صوح العطار مدهش لقد نجحنا يا يحيى سنصبح من الأعين هيا بسرعة إلى القصر وبعد ذلك سنذهب للنوم والروحة لن نفتح أدككين اليوم فلقد سددت كل ديوني وبقي ما يكفي وزيادة من المال بفضل ذلك العبد غسين لما وصل وقف ينتظران دورهما للدخول وسمع الصناع يقولون إن السلطان لم يعجبه شيء وهو ثائر لأن التأخير ليس في مصلحته وفي النهاية سيتحرك جيشه دون سلاح قوي يعتمد عليه في معركته الحاسمة وبعد قليل أطل عليهم الحاجب وطلب منهما المثول أمام سيدهم تحدث يحيا وأراه الأشكال الصغيرة التي صنعها اعتدل السلطان في جلسته وظهر عليه السرور وكان قائد الجند حاضرا فقال هذه من أسلحة الروم وبها حققوا أمجادهم وقد ضعت أسرارها قل لي أين وجدتها أجاب يحيا ليس مهما إذا أراد مولاي أن ينتصر عليه أن يأمر بصناعتها الآن ودون تأخير رد السلطان والله لقد أحسن الغلام الكلام ثم التفت للقائد وقال له لك فقط سبعة أيام لتصنع كل ذلك أجاب القائد هذا مستحيل كيف نصنع شيئا لم نعرفه من قبل في هذا الوقت القصير قال يحيا إن شاء مولاي أصنعها له في الوقت الذي أراده سأله السلطان قل لي عن اسمك أجاب أنا يحيا ابن المعلم حسين الدمشقية دهش السلطان وقال أعرف أبيك لكنه اختفى منذ أيام وكنت أعول عليه لكن القدر ساقق اليوم لتنقذ المملكة سأجعلك رئيس الصنع في القصر وسأعطيك مائة ألف دينار ذهبي وضيعة على مشارف المدينة إن أنت حققت وعدك قال يحيا سأفعل ذلك إن شاء الله حتى ولو ضللت دون نوم ولا طعم لا هم لي إلا مرضوط مولاي وكان حسين الحديد يجلس في زاوية وأحس بالألم في يديه وساقيه فلقد أوثقوه بشكل محكم كي لا يتحرك طلب أن يشرب لكن أحد الرجلين قال ستبقى دون ماء وطعوم حتى تتكلم لكن رقيا ردت نحتاجه حيا فلن ينفع أحدا موته قامت وقربت القلة من شفتيه فشربا وشكرها ثم قالت لا بد أن تصل هذه الأوراق سريعة إلى الوالي ابن همام الأهوازي أجابها أحد الرجلين سأسرج جوادي وأنطلق حالا حتى سامراء ورجالنا سيواصلون الطريق حتى الأهواز إذا أسرعنا سنصل في ثمانية أيام قالت رقيا هيا ليس لنا وقت نضيعه ونحن سننتظر حتى نعرف أخبار جيش السلطان فلنا جارية في القصر تنقل لنا كل ما يجري فيه أما حسين الحداد فسنسجنه في غرفة وعندما نرحل سنأخذه معنا سألها الرجل وماذا سيفيدنا لقد أرسلنا الأوراق قالت رقيا له كثير من المعارف في العلوم القديمة ثم لا تنسى أنه ينقصنا بعض التفاصيل إذا لم نوفق في صناعة أسلحتنا على الوجه الأكمل سيكون هناك لمساعدتنا لم يكن الرجل مقتنعا وقال في نفسه إنها تحبه ونظراتها إليه تفضحها عندما نخرج إلى الأهواز سأقتلهما إني لا أثق فيهما ومرت الأيام ولم تسمع رقية أخبارا مهمة وذات يوم وصلها نبأ استيلاء ملكة الجن على حصن الظلام وزحفها على جنوب العراق استغربت كثيرا لأمر هذه الجارية فهي لا تعرفها وكثيرا ما تساءلت إن كانت حيلة من الأهوازي لجمع كلمة قومه ونسب لها الخوارق والقوى الغيبية ليقوي عزمهم ويثير هممهم وبعد طول انتظار أرسلت جاريتها في القصر رسالة مع أحد العبيد تعلمهما أن السلطان يستعد للخروج في جمع عظيم خلال بضعة أيام وهدفه مستنقعات الكوت ولقد أمر بصنع آلات حرب وجدوها في كتاب قديم أحرقت رقية الرسالة وقالت للرجل علينا أن نرحل الآن ونبلغ الكوت قبل جيش السلطان مهما كلف الأمر ذلك اللئيم ينوي نصب كمين لقومنا وأعرف تلك المنطقة فهي مليئة بالقصب الكثيف يمكنك الإختباء هناك والشيطان نفسه لا يجدك وبعد ساعة كانت ثلاثة خيول تسير في طريق الأهواز وكان الرجل يسير في المقدمة ويمسك بحبل حصون عليه حسين أما رقية فكانت تسير في مؤخرة الركب وفي هذه الأثناء كانت أمنية قد وصلت مدينة العمارة على نهر دجلة وفتح أهلها أبواب المدينة بعد أن علموا أنها لا تريد سوءا بالنيس وأن مشكلتها مع السلطان وكان أهل جنوب العراق كانوا يحقدون عليه لسجنه لعدد من أئمتهم وأبدو استعدادهم لمساعدة أهل الأهواز وفي هذه الأثناء كانت أمنية قد وصلت مدينة العمارة على نهر دجلة وفتح أهلها أبواب المدينة بعد أن علموا أنها لا تريد سوءا بالنيس وأن مشكلتها مع السلطان وكان أهل جنوب العراق كانوا يحقدون عليه لسجنه لعدد من أئمتهم وأبدو استعدادهم لمساعدة أهل الأهواز الذين كانوا يدافعون عن الحق وعظم أمر أمنية وأحبها الناس وكانت تمشي في الأسواق وتطعم الفقراء وتكسي الأيتام وتظهر التسامح مع كل أنئس وكانت الأخبار السيئة تتوالى على السلطان فبعد انضمام قسم من أهل الجنوب إلى الغزاة وبلغه أن أهل أصفهون ثاروا عليه وأن التمرد امتد إلى شيراز وخراسان ومناطق أخرى لكنه لم ينزعج فبفضل أسلحة يحيى سيبيد بضربة واحدة أهل الأهواز ومن معهم من البدو وأهل القرى وإذا سمع المتمردون ذلك سيسرعون إلى الطاعة وطلب العفو منه وقال في نفسه والله لن أرحما أحدا ممن ثور على سلطتي وسيجري الدم في بلدانهم أنهارا وصل ركب رقيا ومن معها إلى الكوت ولكنهم لم يجدوا أحدا فواصلوا طريقهم جنوبا متبعين نهر دجلة ولما أصبحوا على مسافة يومين من مدينة العمارة قال الرجل سأقتل رقيا ثم زوجها وأخلصوا منهما فهذا الرجل مقرب من سلطان بغداد ولا آمن أن يدبر أمرا مع تلك اللئيمة سلى سيفه وحاول ضرب رقيا ولكنها تجنبت الضربة وأخذت من جوادها سيفا وتجالدت مع رفيقها وكان حسيني ينظر إليها ويتعجب من بأسها ولكن الرجل تمكن منها وطرحها أرضا وعندما هم بطعنها صوح حسيني صيحة عظيمة فقال له الرجل لا تستعجل سيأتي دورك أيها الوغد وسأترككما طعاما للعقبين وفي هذه اللحظة ظهرت مجموعة من الفرسين فقالوا للرجل توقف وقد ظنوا أنه قاطع طريق ولكنه رفع سيفه فصوبوا أقواسهم وأطلقوا عليه سهامهم فأصابه اثنين منها فالتقت رقيا سيفها وأطوحت برأسه وأسرعت إلى حسيني وفكت وثاقه وحضنته تردد الحداد قليلا ثم حضنها أيضا نظرت رقية إلى الفرسين وعرفت من هيئتهم أنهم من طليعة جيش الأهواز يستكشفون الطريق فقالت لهم أنا من أعواني الوالي الأهوازي خذوني إلى سيدكم فالأمر لا يحتمل التأخير وكانت مهمة يحيى صعبة فقد طلب السلطان مئتي قطعة من كل سلاح في سبعة أيام فقط وكان ينقصه الصناع المهرة فكر طول الليل في حل ومر بخاطره كيف يملأ زجاجات العطر ومر بخاطره كيف يملأ زجاجات العطر كان يرصفها في صف طويل ثم يملأها الواحدة تلو الأخرى وفرح بهذه الفكرة وقال في نفسه ستصنع الأغلبية وهم أقل مهارة القطع أما المتمرسون سيراقبونهم ثم يرصفونها وراء بعضها ويجمعونها معا سيأخذ الأمر يومين لكل سلاح وفي اليوم السابع ستجرب ويتأكد من جاهزيتها للقتل أما العطار فكلفه يحيا بصناعة المواد الحارقة ووضعها في براميل ولما علم السلطان بفكرة يحيا أعجبته وأعطوه قلعة خارج بغداد لتحويلها إلى ورشة ضخمة فيها أرقة طويلة تصلح لوضع الأسلحة في صفوف أما الطوابق العليا فستستعمل لصنع القطع وجعل على كل فريق قيما ليراقب العمل قرر يحيا أن يبدأ بالعربات فهي الأكثر صعوبة وسيكتسب العمال مهارات كبيرة عند صناعتها وكلما مرت الأيام ستزيد كفاءتهم وكان اليوم الأول صعبا صانع البراميل هم من كلفهم يحيا بالعجلات فمن يتقن هذه المهنة قليلون جدا في البداية لم تكن العجلات متينة وبعد عدة محاولات وجدوا الحل أما بالنسبة لبقية القطع كانت أسهل وكان الحدادون يصنعون الحدوات والدروع والشفرات الفولاذية واقترح أحد الحدادين أن تكون مسننة فاستحسن الغلام ذلك وقال لا أريد أن أكون في طريقها يوم المعركة فستقطع الأشجار والبشر أما صانع الجلد فكانوا يصنعون السيور وأعنت الخيل ولما جاء الليل لم يكونوا قد انتهوا من العمل وبدأوا يحسون بالتعب فأنشدا يحيا أعل راية السلطان كون قصقوري في الميدان يوم يحين وقت الطعون لن نخلف الوعد باقون كما كان أباؤنا على العهد فيثبت الشجعان أسودا إن قضت على قطيع ففرت الكباش منهم والحملان وطرب الصناع لهذا الشعر وقوم أحدهم وكان صوته جميلا وغن معه القوم في مرح وجاءتهم الجواري بطعام وشراب فأكلوا وانبسطوا ورجعوا للعمل بحميس وواصلوا الغناء وعندما لاح الفجر استلقوا على الأرض ونعموا وفي الصباح كانت آلاف القطع الخشبية والمعدنية مكومة بجانب العمال النائمين وكان يحيى أول من نهض من النوم وصوح سيأتي السلطان اليوم يجب أن ننزل ما أعددناه من قطع إلى أرقة القلعة وهناك نضعها في صفوف ونجمعها قطعة قطعة هيا أسرعوا نحن في حرب وسيدي يعول علي ونهض الصناع وهم يفركون أعينهم فلم يناموا البارحة إلا ساعة فلم يناموا البارحة إلا ساعة واحدة لكنهم سرعان ما استرجعوا نشاطهم عندما شاهدوا الجواري الجميلات يحملن الحليب والخبز والجبن وبعد ساعة كانت قطع مئتي عربة تغطي الأرقة قال يحيى سنبدأ الآن ركب العجلات على محور العربة وصوح عبد قوي الصوت بما طلبه يحيى وكان كلما يقول شيئا يصيح العبد ليسمع كل الصناع الأغمر بعد منتصف النهار جاء السلطان ووجد العمال قد طلوا العربات بلون بني فاتح ونقشوا عليها آيات من القرآن ولم يتبق إلا تركيب الشفرات القاطعة على جوانب العربة وهناك أيضا شفرات صغيرة على جوانب درع الحصان اندهش السلطان لرؤية صفوف لا تنتهي من العربات مصنوعة بنفس الدقة قال في نفسه شيء لا يصدق كيف نجح غلام صغير في صناعتي كل ذلك في وقت قصير أسرع يحيى وسلم على السلطان وقبل يديه وقال خلال ساعة ننتهي من العربات وسيذهب الجميع للروحة إنهم يستحقون ذلك أجاب السلطان كيف جاءتك فكرة رصف العربات وصناعتها في وقت واحد ابتسم يحيى وقال له من قوارير العطور يا مولي لن نحتاج إلى يوم إضافي في المساء سنجرب كل العربات وفي اليوم السابع يمكن لجيشك أن يتحرك تكفيني ستة أيام فقط ليكون سلاحك جاهزا قال السلطان حسنا سأمر بعد أيام لأرى النور اليونانية فهي من سيحسم المعركة في الأيام الموالية صنع العمال قواذف العقرب وذخيرتها ومدافع النور اليونانية وصنع الشيخ فضل الدين عشرين برميلا من السائل الحارق وفي صباح اليوم السابع كان الجيش جاهزا وأراد السلطان أن يظهر له قوة أسلحته الجديدة فأمر بصنع دمى من الخشب والقش وأرسل عليها أحد عرباته الحربية وكان شكلها رهيبا فقد غطت الدروع الخيلة وبرز من جانبيها صفان من الشفرات المسننة وعندما ولت إلى الدمى مزقتها إلى قطع صغيرة وتطاير الخشب والقش في الهواء وصوح الجنود صيحة عظيمة سمعتها كل مدينة بغداد ثم أحضروا العقربة ووضعوا فيها حربة قصيرة وأطلقوها على جدور من الطوب فثقبته صوح الجنود مرة ثانية ثم جاء دور النور اليونانية ووضعوا على بعد مئة خطوة جذوعا من النخل الجافة ثم أشعلوا المدفع فخرج لسان طويل من اللهب أحرق الأشجار وبقيت النور تشتعل ولم تنطفئ هلل الجنود ورفعوا سيوفهم وحملوا يحيا على الأعناق وتجمع العمال والصناع حوله وهم يهنؤونه على براعته نظر الوزير إلى السلطان وهمس له لقد عظم شأن الغلام ولو أعطيته ما وعدته به سيصبح له أنصار ومريدون قال السلطان بعد المعركة سأقتله مع ذلك الشيخ فضل الدين وأحرق بيته ودككينه أما الآن إلى مستنقعات الكود سيكون لنا الوقت الكافي لنصب كميننا واختيار مكان أسلحتنا لن ينجو أحد منهم وفي هذه الأثناء وصلت رقية وحسين إلى مجلس الوالي الأهوازي وعندما رأوها اندهش وقال لم أكن أتوقع أن أراك هنا كيف وصلت إلى هنا ومن هذا الرجل الذي معك أجابت لقد جئت لأعلمك أن جيش السلطان في طريقه إليكم وأنه اختار الكوت ليكمنا لكم لقد صنع أسلحة جديدة وعليكم أن تأخذوا حذركم فالمعركة الفاصلة أصبحت تلوح في الأفق أما هذا الرجل فهو زوج حسين الحديد وكان الأهوازي يستمع دون أن يجيب ثم قال لقد أحسنت صنعا بالمجيء إلينا أما هذا الرجل فلا نحتاجه ويجب أن يذهب من هنا قالت رقية ألا نحتاجه للأسلحة يمكن أن يساعدنا في صناعتها وتحسينها أجاب لقد صنعت تلك الجارية أمنية كل ما يكفينا وقبل أن تصل إلى أوراقك كانت أسلحتنا جاهزة في قلعة جند اليسابور وكان حسين متأطئا رأسه يفكر فيما جرى له من غرائب وعندما سمع حكاية أمنية نظر إلى الأهوازي وقال له كيف أمكن لجارية صغيرة صناعة أسلحة بمثل تلك القوة أجاب الأهوازي أمرها عجيب قالت إنها من بغداد وأنها تعرفك لكني أعتقد أنها تكذب ولا يمكن أن تكون إلا من بقايا سحرتي عصري ملوك الأزمنة البعيدة خفق قلب حسين بقوة وقال هل هي خضراء العينين سوداء الشعر تجعله ضفيرتين أجاب بالضبط هل تعرفها لم يجب الحديد فلقد سقط مغشيا عليه أما رقيا ففتحت فمها من الدهشة فملكة الجينة التي شيع اسمها في كل الأقطار ما هي إلا ابنة حسيني أمنية هذا والله أعجب شيء أسمعه لما خرجت رقيا وحسيني استدعى الأهوازي أحد أعوانه وقال له يجب أن نتفاوض مع السلطان فقد جمع لنا ما لا طاقة له من الرجال والخيل والسليح لقد نصحت تلك الجارية والأمراء لكنهم اغتروا بقوتهم من نحن أمام قوة السلطان سنسلم له أمنية مقابل الصلح احمل رسالة إليه الآن لما أفاق حسيني قال لرقيا أريد أن أرى أمنية إني لا أصدق أنها قريبة مني سألوا عنها فقيل لهم إنها في سرادق القيادة لما اقتربوا خرجت الجارية وكانت مكسوة بالحديد وتحمل خوزتها في يدها ولما رآها أبوها صاح أمنية أمنية التفتت إلى مصدر الصوت وشاهدت رجلا شاحبا قد طالت لحيته وامرأة طويلة تغطي رأسها قالت هل لك حاجة يا سيدي اقترب منها وقال ألم تعرفيني يا أمنية سقطت الخوزة من يدها وجرت إليه وعانقته وبكت وقالت هل هذا أنت يا أبي لماذا تغير حالك ونزعت المرأة غطاءها عن رأسها ولما رأتها أمنية انزعجت وقالت لحسيني ماذا تفعل هذه اللئيمة معك إنها سبب الشرور التي أصابتنا أجابت رقية أعترف أني أخطأت في حقكم في البداية لكن تغير الأمر لما رزقت ببنت جميلة من أبيكي اسمها أحليم ولقد تركتها ولقد تركتها عند أحد المرضعات في بغداد ولم أقدر أن أحملها معي فالرحلة طويلة ومحفوفة بالمخطر عدونا واحد ولهذا تحايلت على أبيكي وأخذت منه سر الأسلحة سنصلح ما فات يا ابنتي قريبا ينتهي كل شيء ونرجع إلى دارنا ردت أمنية لا يمكن ذلك فقط ضع يحيى ولا نعرف أين هو قال حسيني القدر الذي جمعنا هو الذي سيقودنا إن شاء الله إلى أخيكي لا يجب أن نيأس من رحمة الله لاحظت رقيا نظرة الغضب في عيني أمنية وقالت لها سأكفر عن ذنوبي إني أحمل أخبارا مهمة جدا وقصت عليها ما تعلمه سألتها هل أنت متأكدة يا رقيا أجابتها كل التأكد ولقد أخبرت ألوالي بالأمر قالت تعالوا معي إلى السرادق كان هناك الأمير نور الدين وعدد من كبار القودة وقالت هذا أبي حسيني وهذه زوجته ويحملون أخبارا هم ولما سمعوا الخبر قالوا سنرسل أحد رجالنا ليرى ما يحدث هناك وإن صح ذلك سنحرق القصب ونجبرهم على الخروج ثم نبيدهم وبعد قليل انطلق رجل عليه عباءة سوداء وتسلل نحو الشميل وفي تلك الأثناء وصل السلطان نجم الدين في 250 ألفا من رجاله إلى الكوت وأرسل رجاله يكتشفون المنطقة رآهما الأهوازي ورجعا بأقصى سرعة فلقد كان كل ما قالته رقيا صحيحا انفصل جزء صغير من جيش الأهواز وبقي الفرسان في المؤخرة أخبرهم حسين عن الأسلحة التي كان يستعملها الروم وحذرهم من النور اليونانية ونصحهم بعدم اقترابهم من غابة القصب الكثيفة وكانت الخطة دفعهم إلى الخروج ثم تطويقهم بالفرسان لكن الوالي الأهوازي اقترب من أمنية وقال لها لا بد أن تحقني دم المسلمين وتتقدمين إلى جيش السلطان وتطلبين من القبائل الرجوع إلى أرضها ما جئنا إلا لنأخذ حقنا من سيدهم الذي سامنا العذاب وأنهكنا بالضرائب استحسنت أمنية الفكرة وركبت جوادها وانطلقت نحو معسكري السلطان وصوح الأمراء وناديها أبوها لكي ترجع لكنها واصلت التقدم ثم وقفت أمام غابة القصب وصوحت بأعلى صوتها أنا أمنية بنت حسيني الحداد والله ما جئنا طمعا في مالكم وأرضكم لكن سلطانكم أساء إلي وأطردني إلى الأهواز ولما قدمت وجدت الأرض قد جدبت والناس قد جاعت من سوء تدبيره ما جئنا إلا لإزالتي هذا الظالم عن الحكم ولكم أن تختار من تتوسمون فيه العدل والتقوى وسنمضي من ساعتنا وستخمد الثورة في ولاياتكم البعيد وسنكون رفقاءكم وجندكم وكان يحيى كامنا في الصف الأمامي مع قوازف العقرب ومدافع النور اليونانية وكان بجانبه الرمات من ممليك التركمان ولما أتمت كلامها دمعت عيناه لقد كان السلطان يعرف بقدومها وطلب من يحيى قتلها لكن الآن عرف أن ملكة الجان هي أخته الصغيرة التي اختفت منذ سنين ويشاء القدر أن يتلاقيا في ميدان المعركة كل واحدا منهما على رأس جيش عظيم قال للجنود لا تتحرك ثم خرج إليها وعندما عرفته صوحت يحيى وصوحه أمنية وتعانق وبكيا كثيرا وسمع السلطان ما حدث وصور مع غسان إلى الصف الأمامي وعندما رأى الأخوان متعانقين صرخ في الرمات التركمان وهم من حراس القصر أقتلوهما لكنهم نظروا إلى بعضهم فلقد أعجبهم كلام أمنية وأشفقوا عليها أما رمات القوازف ومدافع النور فتركوا أماكنهم واتجهوا نحو الأخوين جن السلطان وأخذ قوسا وصوبه إليهم لكن غسان قائد الحراسة التقط عصى وضرب السلطان على ظهره فسقط على الأرض وهو يصرخ من الألم وأمر بتقييده وقال للمماليك التركمان لقد انتهى كل شيء من له أهل فليعد إلى قومه ثم أحضر الأميرة مروان الدين وقال له جاريتك التي كانت تغني في شرفة القصر ومرضت من أجلها هي أمامك وسنخطبها لك أما الآن فأنت السلطان وأنا أول المبايعين وبايعه أيضا الحراس التركمان وراكب العربات الحربية وتسامعت القبائل فبايعت أيضا وسر الأعيان والفقهاء بانتهاء الحرب دون إراقة دماء أخذت أمني أخيها يحيى إلى معسكري أهل الأهواز وعندما رأاهما حسيني وبكت رقي أيضا وبكى كل الحاضرين وعلى نحيبهم وقال الأمير سألغي كل القوانين الظالمة التي عملها أبي وأطلق العبيد الذين خطفهم أن نخاسون من أبنائكم وسأفرج عن جميع المظلمين في سجوننا ولن نحاسب أحدا على معتقده ورجع كل جيش إلى بلده راضيا وعندما وصل حسيني إلى داره رأى يحيى وأمني أختهم الصغيرة أحلام وبعد قليل زارهم الشيخ فضل الدين وزوجته الذين ابتهجا كثيرا لرجوع أمني وشكر حسيني الشيخ على كل ما فعله مع يحيى وقال له أنت الآن من أهلي وفي الغد جاء ركب الأمير مروان الدين ومعه أمه وغسان الذي أصبح الوزير وأثنى على شجعة الغلام والجارية ثم قال أريد أن أخطب لسيد الأمير أمنية وسيكون لعائلتها جناح في القصر بمقتضى أوامر سيدي وأسندنا لحسيني الحداد منصب رئيسي الصناعي في القصر وسيحتكر فضل الدين تجارة العطور والعقاقير ضحك العطار وقال مه أسعد هذا اليوم لقد أبلغتني امرأتي سندس أنها تنتظر مولودا أعتقد أن عطر الزهرة البيضاء يزيد في العشق يزيد في العشق ومن أراد صبيا عليها أن تكثر منه ضحك الجميع وابتسمت لهم الأيام بعد طول الأحزن اللهم صلِّ وسلِّم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم عليك يا حبيبي يا رسول الله انتهت الحكاية أرجو أن تكون أعجبتكم وإلى اللقاء في قصة جديدة ترجمة نانسي قنقر